موسيقى الرئيس اسيسي يواجهه بمواصلة العمل على تطوير منظومة انتاج الاسمدة المحليا ويشدد على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تخفيف احمال الكهرباء بانحاء الجمهورية حتى منتصف الاسبوع المقبل كييف تتهم موسكو بتعمد استهداف مواقع تصدير الحبوب الأوكرانية وروسيا تنفي إجراء محادثات سرية للتسوية الأزمة الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة أثنية عشر بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسيا أن دولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لسيما ذات الصلاة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليستيرا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة والمتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية البدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعي للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الآزوتية بالعين السخنة أضف المتحدث أيضا أن الرئيس السيسي قد أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلية لكونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وشد ذا الرئيس السيسي على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق تصنيع المحلي في مصر لسيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحرة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا ولزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة وهو من عكس كذلك على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به وأوضح مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي بمدينة العالمين الجديدة للاستمرارة في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز حيث أكد مدبولي أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة مشيرا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بواجه عام في الوقت نفسه أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يأتي في إطار توجهي الدولة نحو تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية هذا وقد شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة مراسم توقيع بروتوكول لا تعاون بشأن إصدار ترخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة والاستثمارية وأكد رئيس الوزراء عقب التوقيع استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات وما يتعلق بطبسيط مختلف الإجراءات تذليلا للعقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين بوجه عام والمستثمرين في القطاع الصناعي بوجه خاص نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لكافة العاملين بمختلف قطاعات الدولة وأوضح المركز الإعلامي أن المنشور المتداول مزيف ولا أساس له من الصحة وغير صادر عن أي جهة رسمية مشددة على أن كافة العلاوات والمنحة الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قلوات الاتصال الرسمية الحكومية وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم بحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية هذا وقد حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر استهداف سلطات الاحتلال المتصاعد للمجلس الأقصى المبارك وتدعيته على أمن واستقرار المنطقة مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها وكذلك بالضغط الدولي الحقيقي لكفي يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أفادت المنظمة الدولية للهجرة تابعة للأمم المتحدة أفادت أن نحو ربع مليون سوداني قد نزحوا خذل الأسبوع الماضي فقط بسبب استمرار المعارك في السودان وأكدت المنظمة أن عدد النزحين السودانيين قد تخطى ثلاثة ملايين داخل البلاد وخاريها معضحة أن أكثر من مليونين وستمائة ألف قد نزحوا داخل البلاد فيما نزح أكثر من سبعمائة وسبعة وخمسين ألف آخرين فروا عبر الحدود إلى الدول المجاورة وأكدت المنظمة الأممية أن نصف سكان السودان باتوا في حاجة إلى مساعدة إنسانية تنطلق في مدينة جداب المملكة العربية السعودية اليوم أعمل اللقاء التشوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والقمة الأولى الخليجية مع دول أسيا الوسطى تبحث القمة قضايا التعاون في عدد من المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية على رأسها القضية الفلسطينية والتضامن الإسلامي ومواجهة التطرف والإرهاب والإسلاموفوبيا ومن المتوقع أن تقر قمة جد الخليجية الأسيوية اليوم خطة العمل المشترك التي تشمل الحوار السياسي أكد الرئيس الأوكراني فولادمير زيلانسكي أهمية مواصلة الحوار مع اليابان مطالبا بتقديم المزيد من الدعم من جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وذلك لإزالة الألغام وتقديم المشورة للجنود جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولية مع زيلانسكي في العاصمة كياذ وذلك من أجل المناقشة الخاصة بالمساعدات اليابانية من أجل إعادة الإعمار أكد رئيس الوكالة اليابانية أن تجربة اليابان في جهود إعادة الإعمار ستكون مفيدة وستعمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مع الدول الأخرى من أجل مساعدة أوكرانيا أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي نيتو ينسي ستولتنبرغ أن دعم الحلف الأوكرانيا سيستمر وقال ستولتنبرغ خلال اجتماع افترضي مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية قال إن الحلفاء والشركاء سيحتاجون إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية التي تحتاجها لتنتصر وخلال الاجتماع تفق المشاركون على عدة قرارات من بينها برنامج لدعم متعدد السنوات لأوكرانيا يغطي الاحتياجات الحارقة مثل معدات إزالة الألغام والوقود والإمدادات الطبية يتي ذلك فيما نفت الخارجية الروسية صحة تقارير زعمت بوجود محادثات سرية ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تسويتي في أوكرانيا قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن وزير الخارجية سيرجي لافروف لم يجري أي مفاوضات على أي مسار ثاني أو ثالث بشأن أوكرانيا أضفت زخاروفا أن ترويج مثل هذه الأخبار الكاذبة سيستمر من أجل زرع الشكوك في المواقف الروسية وأكدت كذلك أن اجتماعات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع خبراء سياسيين ليست أكثر من تبادلات لوجهة النظر اتهم رئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي روسيا بالاستهداف المتعمد في ضرباتها لمواقع تستخدم لتصدير الحبوب الأوكرانية وذلك بعد ثلاثة أيام على انتهاء العمل باتفاق مهم بهذا الشأن هذا وتواصل روسيا قصفها الصاروخية لمنطقة عدسا في جنوب أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي تصايد عسكري روسي في العمليات العسكرية بالأراضي الأوكرانية خاصة منذ تعليق اتفاق تصدير الحبوب بالبحر الأسود فلليلة الثانية على التوالي واصلت روسيا قصفها الصاروخية لمنطقة أوديسا جنوبية أوكرانيا القوات الأوكرانية أعلنت أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود طالبة من السكان ملازمة الملاجئ كما تم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 12 منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاثة موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود تصدير منتجاتها الزراعية على الرغم من الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا وحذرت روسيا أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك ضمانات أمنية بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب وفي العاصمة أعلنت الإدارة العسكرية لكييف أن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوما عسكريا روسيا على العاصمة الأوكرانية وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 13 من أصل 16 صاروخا من طراز كاليبر و23 من أصل 32 طائرة مسيرة وصاروخا كروز موجها تصعيد روسي على كافة الجبهات الأوكرانية خاصة بعد استهداف جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا هذا التصعيد ينذر بإطالة أمد الصراع الذي لا تبدو له نهاية في الأفق أعلنت هيئة الأركان العامة تابعة للقوات المصلحة الأوكرانية أن القوات الجوية الأوكرانية نفذت 12 غارة على مجموعات من الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية الروسية أوضحت هيئة الأركان في بيان لها أن القوات الأوكرانية قد أصابت ثلاث أنظمة مضادة للطائرات وثلاثة مستودعات ذخيرة وثلاث محطات للحرب الإلكترونية أعلن الجيش الأوكراني أنه شن عملية ناجحة في شبه جزيرة القرم دون أن يحدد طبيعة هذه العملية وإتي هذا الإعلان عقب نشوب حريق كبير في منطقة تدريب عسكرية في قاعدة كيروحفسكي بشبه جزيرة القرم قال حاكم شبه الجزيرة أن الحريق أدى لإغلاق طرق وإغلاق نحو ألفي شخص من محيط القاعدة هذا ولم تعلن السلطات الروسية عن أسباب الحريق وما إذا كان مرتبطا بالعملية التي أعلنت عنها أوكرانيا أم لا قالت روسيا إنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بأصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود صرحت ماريا زخروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية بأن الأمم المتحدة لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة حتى يتم استأنف المحادثات بشأن صادرات الحبوب على نطاق واسع اشتركوا في القناة حذر رئيس البنك الدولي عجايب بانجا من أن الشرخ المتزايد ما بين الدول الغنية والفقيرة يهدد بتعميق الفقر في العالم النامي يذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في الهند تحذيرات من تزايد وتفاقم الفقر في العالم النامي جراء الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة أطلقها رئيس البنك الدولي عجايب بانجا خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند فالعديد من الدول ما زالت تسعى إلى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم وإضافة إلى ذلك يتسبب التغير المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه وضع دفع رئيس البنك الدولي للآراب عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدم في هذا المجال يهدد من قسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرى رئيس البنك الدولي أشار إلى أن دول الجنود تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وعدت بها إلى إعمار أوكرانيا مشيرا إلى أنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براث الفقر فلتعزيز النمو وخلق الوظائف أكد بنكا أن البنك الدولي يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف مشددا على ضرورة أن لا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة تلك الموضوعات هيمنت بقوة على مباحثات مجموعة الأشرين التي ركزت أيضا على إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتنظيم العملات المشفرة والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيه معه وشكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا محورا أساسيا في اهتمامات مجموعة الأشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال أظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية قد انخفض بأفضل من التوقعات إلى 7.9% في يونيو مسجلا أدنى مستوى له في الرابع عشر في أربعة عشر شهرا ما سيخفف بعض الضغوط على بنك إنجلترا لمؤصلة رفع معدلات الفائدة بشكل حد توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم في الشهر الماضي إلى 7.9% في مايو الماضي وقد تراجع الجنيه الاسترليني بعد أن قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل نمو تضخم أسعار المستهلكين كان أدنى مستوياته منذ مارس من العام الماضي لكنه ظل أعلى من وطيرة نمو الأسعار في العديد من الاقتصاديات الكبيرة والغنية الأخرى أكدت رابطة صناعة أشباه المواصلات الصينية أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأمريكية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه المواصلات وتهدد مصالح المستهلكين جاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أمريكية مع مسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الماضي وذلك لمناقشة السياسة حيال الصين وأضافت رابطة الصينية في بان لها أن أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسلة الإمداد العالمية التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة قد يخلق تأثيرا سلبيا على الاقتصاد العالمي لا يمكن تجنبه أو إصلاحه توقع استطلاع أجرته رويترز لأراء خبراء اقتصاد أن تنموى اقتصادات خمس من الدول الست في مجلس التعاون الخليجية بأقل مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وهو سلعة تصدير الأساسية من المنطقة تراجع خامبرينت عن مستوى قياسي قد سجله في مارس بلغ 139 دولارا للبرميل إلى 79 دولارا للبرميل حاليا وتوقع الاستطلاع أيضا أن يبلغ النمو في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجية 1.5% في المتوسط في 2023 بما يزيد قليلا عن نصف النسبة المتوقعة في استطلاع إبريل التي بلغت 2.8% توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على الكهرباء في العام 2023 بفعل أزمة مستمرة في قطاع الطاقة وتراجع اقتصادي مشيرة إلى أن تحقيق انتعاش محتمل في العام المقبل يعني الحاجة إلى المزيد من مرافق الطاقة المتقددة تشير التلقعات إلى تباطؤ معدل النمو العالمي لاستهلاك الطاقة إلى أقل قليلا من 2.100% في العام 2023 انخفاضا من 2.3% في العام 2022 الذي شهد أيضا انخفاضا عن متوسط السنوات الخمسة السابقة لجائحة كورونا والبالغ 2.4% أثرت بيانات الوكالة للعام 2024 أنها تتوقع أن يرتفع المعدل إلى 3.300% مع تحسن التوقعات الاقتصادية أعلن الكراملين أن روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأن القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية خلال قمة مجموعة بريكس سيعني إعلان حرب من جهتها قالت الرئاسة في جنوب أفريقيا بأن رئيس روسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة بريكس وذلك بناء على أمر متفق عليه بين الطرفين حيث من المقرر أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية روسي سيرجاي لفروف هذا ومن المقرر أن تصطيف جنوب أفريقيا قمة لدول مجموعة بريكس الشهر القادم وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جددت الصين معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال التبادلات الرسمية ما بين الولايات المتحدة وتايوان حفت الخارجية والصينية واشنطن على الالتزام من ببدأ صين واحدة مؤكدة أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا برفع الولايات المتحدة يدها عن دعم التايوان وحول التوترات في شبه الجزيرة الكورية طالبت الخارجية الصينية جميع الأطراف في شبه الجزيرة الكورية بالالتزام بالمسار السياسي وعتماد الحواري مبدأ لحل الخلافات أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان رسو غواصة أمريكية مزودة بأسلحة نووية في كوريا الجنوبية لا تزال التوترات بين الكوريتين مستمرة في ظل تدهر العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى فبعد ساعات على إعلان رسو غواصة أمريكية مزودة بأسلحة نووية في كوريا الجنوبية أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء وأوردت يونهاب أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أفادت عن إطلاق الصاروخين من منطقة سونان في بيونج يانج حيث حلق مسافة 500 كيلو متر قبل سقوطهما في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان وأدنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عملية الإطلاق واعتبرتها عملا استفزازيا كبيرا وانتهاكا لقرارة مجلس الأمن الدولي ويندرج إطلاق الصاروخين في إطار سلسلة تجارب صاروخية لبيونج يانج في وقت عززت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي وخاصة عبر تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة باستخدام أكثر الأسلحة الجوية والاستراتيجية تطورا كما يتزامن إطلاق الصاروخين أيضا مع ترجيح واشنطن أن بيونج يانج تعتقل جنديا أمريكيا بعدما عبر الحدود بدون إذن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجري اتصالات وصفتها بالمناسبة فيما يتعلق بالجندي الأمريكي الذي عبر الحدود إلى كوريا الشمالية دون أن توضح طبيعة تلك الاتصالات أو الجهات التي تتواصل معها يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أن جنديا أمريكيا عبر خلال جولة توجيهية في المنطقة الأمنية المشتركة بملء إرادته وبدون إذن خط التماس إلى داخل الأراضي الكورية الشمالية ما أسفر عن اعتقاله من قبل بيونج يانج تعد المنطقة الأمنية المشتركة جزءا من المنطقة منزوعة السلاح ما بين الكوريتين حيث تشرف عليها الأمم المتحدة أكدت المفوضة الأوروبية تخلي الخبيرة الاقتصادية الأمريكية فيونسكوت مورتون عن منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعة تكنولوجيا العملاقة على أثر جدل يتعلق بجنسيتها الأمريكية أثار تعيين سكوت مورتون في المنصب استياءا خصوصا من جانب فرنسا وعدد كبير من النواب الأوروبيين لقي ما لا يقل عن أربعة وثلاثين شخصا مصرعهم فيما أصيب اثنين أو اثنان وعشرين آخرون في حادث استضام ما بين حافلة نقل للركاب وشاحنة صغيرة جنوب الجزائر وأفدت الحماية المدنية الجزائرية وأن عمليات انتشار الضحايا ونقلهم تتواصل في العام الماضي سجلت البلاد حوالي الثلاثة وعشرين ألف حادث مروري قتل خلالها أكثر من ثلاثة ألاف وأربعمائة وأصيب أكثر من ثلاثين ألفا بحسب الهيئة الوطنية للسلامة بالجزائر استمرت حرائق غابات في اليونان لليوم الثالث في منطقة تقع غربي العاصمة أثناء بينما تتأهب السلطات لموجة حارة جديدة من شأنها أن تتسبب في ظروف مهيئة لاشتعال المزيد من الحرائق في أنحاء البلاد ذكرت السلطات أن أربع طائرات أرسلتها إيطاليا وفرنسا ستشارك في جهود إخماد الحرائق وقد أفادت إدارة الإطفاء باندلاع حريق ثالث في جزيرة رودس وقد أحرقت النيران عشرات المنازل وفر الكثيرون هاربين من النيران المتصاعدة التي اجتاحت قرى صغيرة أمس الثلاثاء وحذرت إدارة الأرصاد اليونانية من ارتفاع خطر اندلاع مزيد من الحرائق هذا الأسبوع في وقت لم تتعافى فيه البلاد بعد من أول موجة ارتفاع حاد في درجات الحرارة في الصيف لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم في انهيار أرضيا جراء الأمطار الغزيرة على طريقين يربط بوغوتا بجنوب شرق كولومبيا ووضح مسؤول كولومبي أنه عثر على ستة ناجين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بينما لا يزال عشرة أشخاص في عداد المفقودين تم تدمير عشرين منزلا بالكامل جراء الانهيار الأرضي حذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من تزايد نشاط بركان جبل مايون جنوب شرق العاصمة مانيلا طالب المعهد بإخلاء منطقة الخطر حول البركان والتي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات وقد أبقى المعهد على مستوى التحذير عند المستوى الثالث الذي يعني احتمال حدوث نشاط انفجاري خلال أسابيع أو أيام كما حث المعهد السلطات على إعداد خطط لإجلاء السكان في المناطق التي من المتوقع أن تكون عرضة للخطر تتواصل وفعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عدوان العالم عالمين تستمر وفعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من مليون زائر من مصر ومن الوطن العربي وذلك لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع ما بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم ترجمة نانسي قنقر حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وأهم فعالياته معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود هل لك أن تطلعنا على الجديد لديك في مهرجان العالم عالمين نعم رهام برحب بك وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم فعاليات مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين سبعة أيام هي الانطلاق الأولى نحن نتحدث اليوم عن اليوم السابع للمهرجان انطلاق قوية بدأت بفعاليات قوية وبحضور متزايد على مدار هذه الأيام ونحن بدأ العدة التنازلي لاستقبال الحفل الفني الأول للفنان تامر حسني لكن دعونا نتحدث عن أهم ما جاء أيضا في هذا الأسبوع الأول من مهرجان العالمين الجديد الذي بدأ بداية قوية ببطولة التيك بول بحضور عدد كبير من نجوم العالم نتحدث عن ناطاليا ومايا ووجودهم وسط الجماهير والحضور المتميز في هذه الفعاليات وفي هذه البطولة حتى تم الإعلان عن المراكز الأولى الفائزة بجوائز بطولة التيك بول عبارة عن المركز الأول 30 ألف جنيه والثاني 20 ألف جنيه والثالث عشر ألاف جنيه ثم جيل التحدي الذهبي هذه الفعالية القوية التي شهدت حضور كبير وامتلأت المدرجات التي كانت قد جهزت لاستقبال ما يسع من ألفي شخص لتشجيع اللاعبين الكبار في نجوم الكرة المصرية وانتهت أيضا بالفوز لفريق كابتن حسام مغالي وكانت هناك أجواء من الحماس أيضا والبهجة ثم توالت أيضا أو توالى الحضور والمكثف على الممشى السياحي المتميز في مدينة العالمين ونحن لحظنا أيضا اليوم يعني الانتهاء الذي اقترب للمكان أو المنطقة التي ستستضيف حفل الفنان تامر حسني بالإضافة إلى أن إدارة المهرجان أيضا أعلنت عن فتح باب الحجز لتذاكر حفل الفنان أحمد سعد الذي سيقام في السابع والعشرين من يوليو الجاري بداية الأسبوع الثاني ستكون بحفل الفنان تامر حسني ثم سنشهد عدد كبير من الفعاليات الرياضية الأخرى نتحدث عن البدل نتحدث عن بطولة التجديف وهنا أيضا نؤكد أن مدينة العالمين لها سابقة في استضافة بطولة التجديف الدولية بحضور رئيس الاتحاد الدولي في أكتوبر الماضي فمدينة العالمين أصبحت من أكبر وأهم المدن التي تستضيف هذه البطولة تحديدا فنحن نتحدث عن عدد من الفعاليات الرياضية القادمة التي ستبدأ بعد حفل الفنان تامر حسني وأيضا يتم تجهيز المكان الاستيعاب أكبر عدد من الزائرين في هذا الحفل نظرا للحجز على موقع تذكرتي الكثير لمقاعد وتذاكر هذا الحفل الفني هذا بالإضافة إلى الشواطئ أيضا التي استعدت وأنهت استعداداتها لاستقبال كل المصيفين وكل السائحين المتواجدين هنا في مدينة العالمين الجديدة ونحن أيضا لحظة من خلال رصدنا لردود الأفعال هنا في مدينة العالمين الكل متحمس ومتشوق للحفلات الفنية التي سيطلقها مهرجان العالمين الجديدة خلال الفترة القادمة وأيضا بعض الفعاليات الرياضية لأن هناك بعض الزائرين مهتمين بهذه الفعاليات الرياضية أيضا الجمهور أو الزائرين الذين أتوا من كل البلاد العربية والأجنبية إلى مدينة العالمين ليتمتعوا بجمال مدينة العالمين وتمييزها بوجودها على شاطئ البحر المتوسط وأيضا حالة التقصى الرائعة الموجودة هنا في مدينة العالمين نتحدث على أن مدينة العالمين أيضا هي إحدى مدن الجيل الرابع والتي تتميز بميزتينها متين الميزة الأولى هي أنها صديقة للبيئة والميزة الثانية أنها مدينة مستدامة يتم العمل هنا في كل المشروعات وفي كل المناطق سواء المنطقة الترفيهية أو حتى منطقة الأبراج أو المنطقة السكنية يتم العمل على أن تكون مدينة العالمين مستدامة طوال العام وتستقبل كل الزائرين وكل السائحي ليس فقط في الموسم الصيفي ولكن أيضا على مدار العام من خلال وجود كل الخدمات سواء الترفيهية أو الخدمات الحكومية حتى من خلال بعض السيارات المتنقلة التي تقدم خدماتها كخدمات المرور وأيضا الصحة وغيرها هذه أيضا السيارات المتنقلة متواجدة أمام المنطقة الترفيهية وأمام المنشأ السياحي الذي يقدم كل الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة فنحن نتحدث حتى عن القرى السياحية الموجودة في مدينة العالمين هي قرى مستدامة تقدم كل الخدمات سواء الخدمات الشرائية الخدمات الخاصة بالمأكلات أو المشروبات أو حتى الخدمات الخاصة بالوحدات السكنية كل الخدمات موجودة في مدينة العالمين لكن في هذا التوقيت تعديدا هناك عدد متزايد من السائحين لاستقبال ما يقرب من مليون زائر خلال فعاليات مهرجان العالمين الجديدة بالإضافة أو فضلا عن أن مدينة العالمين في حد ذاتها تستقبل ما يقرب من أربعة ملايين زائر على مدار العام فبالتالي مدينة العالمين في هذا المهرجان تتأهل لأن تصبح من أهم وأكبر المدن السياحية ونحن نتحدث عن الأسبوع الأول الانطلاق القوي للمهرجان ومن المتوقع أنه خلال النسخة الثانية العام القادم أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل لمراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية من مدينة العالمين الجديدة عودة مشاهدين إلى الخبر الأبرز في هذه الجولة الإخبارية حيث أكد الرئيس عبد الفتاح أسيسي أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لسيما ذات الصلاة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا يضم رئيسي شركتي وهوان للهندسة الصينية وباليسترا الإيطالية العاملتين في مجال الأسمدة وكبار المسؤولين بالشركتين وذلك بحضور الفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهازي مشروعات الخدمة الوطنية واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيسي مجلس إدارة شركة النصر للكيمويات الوسيطة والمهندس وليد لطفي رئيسي مجلس إدارة شركة بيترو جيت صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استرادة تعاون الجاري مع الشركة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي يأتي استكمالا لنجاح إنشاء وتشغيل المجمعين الصناعيين للأسمدة الفوسفاتية والمركبة والأسمدة الأزوتية بالعين السخنة ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الشركتين في ضوء علاقات الصادقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا موجها بمعصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أوضح السيد الرئيس أن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية لا سيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن وشدد السيد الرئيس كذلك على موصلة جهود توطين الصناعة وتعميق تصنيع المحلي في مصر لا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتجرالية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العلم شهد وزير البترول طارق الملة جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر وقيمت بعنوان إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر ضمت رؤساء ومسؤولي شركات أجنبية وخلال القلس أكد رؤساء ومسؤول الشركات أن مصر وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة بالضفة إلى توسع في شبكة الطرق والمرافق وتعدلات في القوانين ونظم الترخيص لتشجيع الاستثمار وتيسير إجراءاته علاوة على وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين هذا وقد اختتمت فعليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والقبراء شهد المنتدى الذي انعقد تحت شعار نحو الاستفادة من 120 عاما من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخالي من الكربون جلسات نقاشية متنوعة تركز على استراتيجيات قطاع التعدين المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون والشركات المحلية والدولية مع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة وتعظيم القيمة المضافة والعمل نحو مستقبل تعديني مستدام فضلا عن الاتجاهات الحالية في صناعة التعدين العالمية وللمزيد مشاهدين حول فعليات المنتدى منتدى مصر للتعدين في يومها الأخير يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد رامي بعد التحية إليك تحياتي لكم ولكل متابعين في متابعة لقتام فعليات منتدى مصر للتعدين في نطقته الثانية هذا المتدى الذي اختتم بعدد من الفعاليات والنقاشات والجلسات النقاشية المتنوعة بحضور أكثر من 200 مشارك من رواد وقادة صناعة التعدين لنا أن نرحب بمعالي الوزير المهندس طارق المولا وزير البترول والثروة المعدنية معالي وزير برحبك في ختام هذه الفعاليات والجلسات النقاشية حضور كبير وأيضا حدثنا عن هل هناك العديد من الشراكات وأيضا المجاهدات الكبيرة حول البحث والتنقيب في مجال التعدين شكرا جزيلا حقيقة نحن زعاداء جدا اليومين اللي فاتوا دول كان عندنا منتدى مهم للتعدين والحقيقة أن احنا يعني بتدينها حاجة صغيرة لكن شفنا أنه الاستجابة ورد الفعل كان كبير والحقيقة لقينا حضور كبير جدا من الخارج سواء من الدول الأوروبية أو الكندا أو استراليا والحقيقة أن احنا كمان وجدنا مشاركات من أفريقيا وبالإضافة لذلك طبعا من دولنا الشقيقة العربية والخالجية وأفريقيا فالحقيقة يعني كان معنا وزراء على كل المستويات معالي الوزير السعودي ومجموعة من الوزراء من أفريقيا وفي نفس الوقت تمثيل كبير من بعض الدول التي أرسلت أفود برئاسة نواب الوزراء زي الأردن وزي غانا وزي غينيا الاستوائية وغيرها بخلاف الوزراء زي ما قلنا الأفرقى معالي الوزير السعودي طبعا ده من إحنا لكن أهم من كده نحنا الحقيقة أن الشركات التعدين العالمية كانت موجودة بكثافة وموجودة الحقيقة برغبة منها سواء كانت الموجودة معنا وبتستثمر أو التي ترغب فيها للصمار وبالتالي بتدرس الموقف وبتشوف إيه القوانين الجديدة إيه العناصر التحفيز الموجودة إيه الحوافز اللي بتقدمها الدولة إيه البنية التحتية المتوفرة وخصوصا في صناعة التعدين لأن التعدين من أهم عامل النجاح أن أنت تكون عندك بنية أساسية مهمة زي الطرق زي المواني زي المطارات زي الاتصالات زي الطاقة ودي كلها عناصر أساسية لنجاح التعدين طبعا هذه الشركات الحقيقة كان لها مشاركات وسواء في الدوائر المستديرة أو في حلقات النقاشية وكمان في المعرض المصاحب المعرض المصاحب الحقيقة إحنا لما نجي نتكلم على شركات تهتم بموضوع البحث والاستكشاف ده كلام مهم جدا إحنا بنسبلنا دلوقتي في التعدين إحنا ربطنا دلوقتي التعدين بالصناعة من حيث أنه إحنا بنحاول نشتغل على صناعات القيمة المضافة يبنى النهاردة عندي معدن أو مادة خام مش عايزة صدرها زي ما هي كده خام لا إحنا عايزين ندخل عليها صناعات أولية مش لازم أوصل لكل سلسلة القيمة إذا كانت التكنولوجيا هتبقى معقدة أو كانت الإستثمارات هتبقى كبيرة هنكتفي بمرحلة أولية أو مرحلتين أوليتين بحيث نحن نطفي قيمة مضافة تعود بالفائد على الاقتصاد القاومي المهندس طارق المولوزير البترول والثروة المعدنية أشكرك عتواجد معنا فان أهلا وسهلا شكرا شكرا كما تبعنا هذا اللقاء مع المهندس طارق المولوزير البترول والثروة المعدنية تحدثنا عن نقاط كثيرة خاصة بمنتدى مصر للتعدين وهو أيضا في نسخاته الثانية ويأتي أهمية هذا المنتدى كونه على الأجندة الدولية الخاصة بصناعة التعدين وأيضا بحضور كبير لأكثر من 200 مشارك ومن رواد وقادة صناعة التعدين حول العالم ويأتي هذا المنتدى بشعار كبير نحو أكثر من 120 من الاكتشافات الجيولوجية من أجل المستقبل المستدام وأيضا حول وجود وأيضا اكتشافات خالية من الكربون هذا المنتدى الذي يأتي ليؤكد على المساهمات وعلى الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في هذه الصناعة بتوفير كافة المعدات بتوفير كافة الإمكانات لكل رواد وصناع صناعة التعدين وأيضا القادة في هذه الصناعة المختلفة وتحدثنا أيضا عن المعرض الذي يقام على هامش ومصاحب لهذا المنتدى بحضور أكثر من 50 شركة في هذا المجال سواء أدوات التعدين أو هذه الصناعة لو تحدثنا أيضا عن مشاركة واسعة من خلال الجلسات النقاشية لدول كثيرة وإمضاء وأيضا عقد الكثير من مذاكرات التفاهم بين مصر وعدد من الدول الأخرى في هذه الصناعة وتأتي على رأسها دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة في توقيع أكثر من مذاكر التفاهم في هذا المجال هذا هو ختام لفعليات منتدى مصر للتعدين 2023 وبعنوان كبير أكثر من 120 من الاكتشافات الجيولوجية 120 عام من هذه الاكتشافات وهذه الصناعة التي تولي مصر لها أهمية وسعة وكبيرة عودة إليكم مرة أخرى أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 72 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات نصافية قدرها 4.9 مليون طن كما أعلن أيضا الفريق ربيع لانتهاء من تنفيذ 94% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكيلومتر 132 حتى الكيلومتر 162 ترقيم قناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبية حيث تم إزالة 17 مليون متر مكعب من الرمال المشابعة بالمياه وأوضح رئيس الهيئة أن نسبة الإنجاز بالجزء الثاني من المشروع بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة بلغت 53.5% بإجمالي كميات تكريك قدرها 33 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمات مبادرات التنمية حول المساعدات الإنسانية العالمية الذي أكدت فيه زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالميا كل العام الماضي 2022 بصورة أكبر من أي وقت مضى وضيفة أن العام الماضي شهد بالفعل استجابة استثنائية دولية من المانحين نتيجة لزيادة عدد الأشخاص المحتاجين وأشار التقرير إلى أن وجود عدد متزايد ومتفاقم من الأزمات المعقدة طويلة الأمد الأمد يضعط بشكل كبير على النظام الإنساني الدولي للاستجابة وتقديم المساعدات الإنسانية من بين هذه الأزمات الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم الصراع في أسودان وتغير المناخ والزلازل المدمرة في تركيا وسوريا وغيرها بهذا الخبر مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا تذكرة لأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس سيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة محليا ويشدد على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بالسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في تخفيف أحمال الكهرباء بأنحاء الجمهورية حتى منتصف الأسبوع المقبل كياف تتهم موسكو بتعمد استهداف مواقع تصدير الحبوب الأوكرانية وروسيا تنفي إجراء محادثات سرية لتسوية الأزمة وصلنا إلى ختام نشرة ثالثة على شاشة التلفزيون المصري في تمام الساعة السادسة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى إلى اللقاء اشتركوا في القناة